موضوع سوفيان بوفال وهنا لازم توضيح مهمة جدا جماعة سوفيان بوفال واحد من اهم اسماء الموهوبين على مستوى الوطن العربي الراجل اللي ابتدى وكان قوي جدا سواء في الدوري الفرنسي اللي خات فيه لقب افضل لعب افريقي داخل الدوري الفرنسي وهي او هو انجاز مش سهل باي حال من الاحوال ثم كان تاني اكتر مراوخ في الدوري الاسباني في لاليجا في حضور ليوماسي اللي كان متصدر القيمة وبالتالي بنتكلم على كوالتي ظهره 2016 مثلا ثم 2019 ثم مع المنتخب المغربي الاداء كان ممتاز في كاس العالم اي نعم ما كانش لي اسهمات واضحة في التسجيل او في الصناعة لكنه بقي سوفيان بوفال ماردون العرب الراجل القادر على المراوغة في اي وقت ممكن الراجل اللي جوه 18 بيكون سلاح حاد جدا سواء في فرنسا او حتى في اسبانيا كان سوفيان بوفال حاضرا بكل القوة وهينزلكوا انجازاته دلوقتي سواء في فرنسا او حتى مع اسبانيا ارتباط الاهلي بيه جاي بناءا على ايه؟ هل الموضوع وهمي مجرد عرض وطلب ولا فيه كلام؟ وده يفيد في ايه تحديدا يعني؟ الاول لازم نقف وقفة لانه فيه هجوم بعض الشيء على قدرت الاهلي ولجنة التخطيط والتعاقدات وكأنه الاهلي بيعيش كرسة لازم التعامل معها سريعا مفهوم الى حد كبير جدا ان الموسم الجاي مختلف عن كل المواسم علشان كاس العالم الاندية 20-25 اهم محفل سيحضر به الاهلي على مار تاريخه والاهلي ما عندوش مشكلة في القوة الشرائية زي ما البعض متخيل لازم تفتكر ان في وقت سابق لما كان الاهلي بيعاني بيعاني طبعا دي جايزة سوفيان بوفال في فرنسا عندما كان حدرا ماركز فيان فووي اوورد وبعد كده كان في اسبانيا بنفس الاحصائية انه متخطي ميسي فلما كان الاهلي او كان في الماركز التاني بعد اليون الميسي فلما كان الاهلي بيعاني استخدم حسين الشحات بال4 مليون دولار وشوية وقبله كان رمضان صبحي في نفس الاطار الزمني تقريبا قبله وبعده بشوية يعني ودفع فيه مفروق المليون جنيس ترليني وبالتالي الاهلي من حيث القوة الشرائية انه قادر اجيب لو الدنيا مزنوقة طبعا لكن ده كان روح فين كان في نفس الوقت لا يمكن هتعمل ده في اليد وفي السلة وفي الطائرة وجيب مدربين اجانب وطور قطاع الناشئين وجيب سكاوتنج لعيمة من برة وتعمل كل الكلام ده فلما الامور هنا تحتم عليك انك لازم تدوس جامد بنزين في فريق الكورة وتقلل الباقي شوية ده هيحصل لكن الوضع ده مش وضع النهاردة لانك ببساطة لا تعيش مأساة فهنا لازم توضح دي بوفال بقى بوفال مع الريان المسلم اللي فات تعرض الى اقصابة كبيرة جدا يعني لعب خمس مباريات مع الريان ثم قعد في اصابة طويلة خلت مدربه امورين يقول ويرده يقول في القصة دي انه يا جماعة انا مقدرش كمدير فني احكم على مستوى لانه ما كانش موجود معايا الا في خمس مباريات فقط لغير فظهر بوفال في متش واحد فقط بعد العودة في مايو الماضي سجل به هدف انقاذ مبدئي للريان في مباراة قطر تصويبة كانت هائلة وكانت ناشنكان مصبوط يعني لسوفيان بوفال في مباراة قطر ده كان بعد 12 دقيقة وقت بدل ضايع هتمشي الصور هتلاقي ان الكرة جاب العرض تتصلح ثم سوفيان بوفال الى داخل المرمى ووصل الفريقين الى ركلات الترجيح وخسر وقتها الريان قدام نادي قطر لكن كانت المباراة دي هي المباراة الوحيدة اللي رجع فيها سوفيان بوفال اللي سجل فيها واللي قدم اداء ممتاز ومعلقة ده المباراة بالمناسبة لم امورين كتير انه ازاي ده ما بدأش ازاي ده اللي عنده عمل الفرق ازاي انه يعمل كل الكلام ده وما يكونش حضر في ارض الملعب اسئلة المهمة بقى سوفيان بوفال هل بدنيا دلوقتي سليم 100% مشكلة الريان معاقي الخوف من تكرار الاصابة الريان تاني دوري فبالنسبة له ملف التعقدات مفتوح على بسرعي الريان منفتح على موضوع الاعارة راتب بوفال هناك 3 مليون كتير جدا لكن مين قال ان الاهلي هيشتري بالارقام دي الاهلي بعد ما داء حلوة الاعارة ما هيحي عطيته الله قدامه اوبشن واضح جدا للأعارة واوبشن الاعارة ده هيبقى مناسب جدا للريان اللي بالنسبة له ما يحبش يفرط ويحب يكسب فلوس سنة والتانية والتالتة من وراء بوفال فمنطقية الامور هي وردة وفي ذهن مارسل كولر اه دعم مهم ومهم جدا موجود لو وصل الى الاهلي قدرات اللاعب هل تناسب ما في المية يعني الاهلي لو بيخير فنيا فنيا ده جزء المعلومات كل اللي فده معلومات نتكلم بقى فني لو فنيا بين بوفال وبين اشرف بين شارقي كافة بوفال ارجح بوضوح بلاعب دولي في تشكيلة الرجراجي موهوب ومروغ على اعلى مستوى وبيدي لك الحاجات النقصة النقصة من برستاو من حسين الشحات من طهر ومن عبدالقادر في ايه؟ المراوغات بسرعة بحدة تصويب على المرمى مستوى الى حد ما يحل لك مشاكل في حدك كتير المسألة تبدو صعبة تبدو صعبة بعض الشيء لانه محمد بن رمضان هو الشغل الشاغل وهو الرقم واحد في الوقت الحالي الاهلي بالنسبة له التوجه تجاه بن رمضان ده اول حاجة بوفال لو في النهاية الامور استقرت على انه جراح مناسب والصيغة الاعارة تناسب الرايان اوكي الاهلي مش هيتدخل الا لو كان فيه الحاح للدخول للصفقة لكن الكلام اللي موجود في الوقت الحالي على الصيغة دي صيغة انه يكون اعارة تسمح بحدود الاهلي علشان يكون فيه ارقام متاحة ان انت تتعاقد مع اسماء تانية ده الموضوع اوله واخره في هذه الفترة نروح للموضوع التاني الموضوع الاهليا في مفاوضات ابن شرقي وبوفال الحقيقة وراء الشائعات في الايام الاخيرة طفت على السطح شائعات كثيرة تتحدث عن اهتمام نادي الاهلي بالتعاقب مع لاعبين مغاربة وهما اشرف ابن شرقي وسفيان بوفال لكن بحسب الاعلامي محمد الليثي فان هذه الاخبار ليست صحيحة ويبدو ان الاهلي ليس له اي نية للتعاقد مع هذين اللاعبين في الفترة الحالية في برنامج تين واشر الذي يقدمه محمد الليثي عبر اذاعة اون تايم سبورت اف ام اوضح الليثي ان النادي الاهلي لم يفكر ابدا في ضم اشرف ابن شرقي جناح الزمالك السابق على الرغم من ان ابن شرقي كان متاحا بعد رحيله عن الزمالك الا ان الاهلي لم يظهر اي اهتمام بهذا اللاعب هناك اسباب متعددة وراء عدم اهتمام الاهلي بابن شرقي ولكن لم تفصح الادارة عن تفاصيل هذه الاسباب من المحتمل ان تكون الاسباب تتعلق بالظروف المالية للنادي او ببعض القضايا الفنية والتكتيكية التي تجعل ابن شرقي ليس ضمن اولويات الفريق اما بالنسبة لسفيان بوفال لاعب الريان القطري فقد ارتبط اسمه بالنادي الاهلي في الفترة الاخيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة